السلام عليكم ورحمة الله ما زلنا نسلم عليكم لأننا قررنا أن نكون في رمضان في مدرسة السلام مدرسة السلام الذي مضى وسنعيش معها في اليوم السادس من أيام رمضان لأن احنا قررنا أن احنا نخرج من رمضان بدرس نخرج من رمضان بمقرر نقرر فيه أن نحيا فيه برمضان على سنة الصحابة اللي هم كانوا بيعيشوا برمضان ستة أشهر ويستعدوا إلى رمضان ستة أشهر وإحنا قررنا أن احنا نخرج بدرس السلام فرمضان في هذا العام هو مدرسة السلام وإحنا في اليوم السادس بنتكلم في سلسلة السلام عن العيش مع الله ما زلنا في السلس الأول وبنتكلم في العيش مع الله وبنتكلم في جزء كتبنا عليه البقاء في حضرة مولانا النهاردة عن نتكلم على سلام ما ينفعش نستمر في رمضان بالذات في رمضان من غير السلام ده لأن السلام ده هو اللي دفعنا أن احنا نتكلم في مسألة السلام من أول رمضان لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وده بيخلينا يوقفنا قدام سلام مهم جدا في حياتنا بنخفر عنه وفلما نخفر عنه يجينا واجع ويجينا ديق ويجينا حرج ويجينا حزن السلام ده هو سلام الإمداد سلام الإمداد معنى إيه؟ يعني سلام أن الله يعطينا كل شيء ونزاك بنسمينه سلام الإمداد والعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله اللي مش هيعيش مع الله بالمدد إيه اللي حاصل؟ هيعيش في كل لحظة قطعة من النكد من لا يعيش مع الله بالمدد يعيش في الحياة على الدوام بالنكد اللي مش هيعيش بالمدد وبلا حول ولا قوة إلا بالله هيشقى ولن تزيده العبادة إلا بعدا إزاي الكلام ده ده أنا بعبد ربنا صح بس أنت مش بتعبد ربنا بتعبد الصورة اللي أنت عايزها يراها ربنا لكن أنت لما تكون بتعبد ربنا بلا حول ولا قوة إلا بالله هتعمل زي حضرت النبي أفلا أكون عبدا شكورا ويمكن إحنا عارفين نموذك تاني بقى نموذك تاني بيوضح لنا إزاي لما الواحد يعيش بحوله قوته بيحصل إيه تكون لنا عارفين قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي ما الذي حدث إذا حصله إيه كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض علشان كده بنقول اللي بيفقد العيش بسلام المدد والإمداد بيحس بقى إن كل الأبواب مقفولة التوبة والخوف والرجوع إلى الله صعبين جدا جدا وساعات يحس بالانهزمية والهوان والضعف وعدم القدرة والعجز والانهزمية ده شكل من أشكال فقد سلام المدد فالشخص اللي طول الوقت حاسس إنه هو منهزم أمام الأحداث والتحديات وبيتدس عليه في حياته وحاسس إنه هو شخص مش شايف أي حاجة ممكن يعيش بيها أو فاقد الرؤية لمدد ربنا إلا حاصل يبقى الإنسان ده يعيش في شقاء خلوا بالكم إن المدد حضراتكم يأتي على قدر الاستعداد يعني المدد دائما نقول كده زوق الإمداد على قدر الاستعداد يبقى أنت لازم تكون مستعد ليه؟ المدد حاصل حاصل الله سبحانه وتعالى يقول كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورة كله ممدود لذلك بعض الناس طب مين بقى اللي بيشوف المدد ده وبيعيش بيه على إنه سند وعلى إنه عون وعلى إنه فتح وعلى إنه بركة وعلى إنه نعمة المستعد لذلك بعض الناس لما يقول أنا مش حاسس برمضان بقوله أنت بحثت عن رمضان اللي أنت وضعته في عينيك أنت أنت بحثت عن رمضان عندك أنت لكن مبحثتش عن رمضان عنده هو سبحانه وتعالى فالحل هو إنك أنت تذهب إلى مولاك اللي هو مصدر الإمداد وما تعولش على نفسك ويجي ناس كتيرة في الوقت ده بقى لما هو مش حاسس بهذا السلام سلام الإمداد يقول أنا أدخل على رمضان بإيه لا عندي عمل صالح ولا عندي معرفة ولا عندي علم ولا عندي أي حاجة أدخل رمضان بإيه جاوبوا عليه هيدخل رمضان بإيه هيدخل على رمضان بالله فإنه لي آه صحيح أنت معندكش وصحيح أنت فئير وصحيح ما فيش في إيديك حاجة بس مين قالك أن رمضان ده مش هو الرمضان اللي هيخليك من الأبرار مين اللي قالك كلها عطايا من الله سبحانه وتعالى ولكن انت استعد وادخل على رمضان وانت مستعد أن انت تتلقى النفحات وهو ذات أحد تفسيرات قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لها يعني إيه ارمي نفسك عشان تتلقى النفحة استعد عشان تتلقى النفحة ويمكن ده اللي كان بيعمله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلمنا ازاي نتلقى ونتعرض للنفحات لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجيلوا أوائل الثمار اللي هو بشاير اللي احنا بنسميها البشاير كان يعمل ايه في البشاير برطؤان بقى لموه أي بشاير طمر يروح واضع على فمه وفي رؤية ابن عسكر يضع على عينه ويقول إن هي حديثة وعادن بربها ليس لسه جاية من عند ربنا مليانة بركة هي مش جاية عشان مش جاية بالنظارة دي لإنها طازة جاية بالنظارة دي لإنها مليئة بالمدد والبركة والنور والفضل عشان كده أو ده استعداد وتعرض للنفحات هو ده التعرض للنفحات اللي احنا عايزين نتكلم عنه وعايزين نبص لرمضان إنه مليئ بالفضل والنور والنعمة لإنه حديثه عادن بربي يبقى لازم تكون على يقين أول حاجة لازم تعملها في نفسك لازم تكون على يقين من دوام مدد الله لإنه الأمداد دي ليست متوقفة على عملك الكثيف فواحد يزعى دي يقول لي يعني إيه ليست متوقفة على عمل الكثيف يعني ما عملش أقول له لا مش ده المقصود المقصود إن أنت تكون متيقن ومفيش حالة توقفك إنك تستمر معاك ما معاكش قلبك موجود حس بانقباض حسس بفتح استمر فعشان كده عطاء ربنا مش متوقف على عملك الكثير ولكن على أنه صاحب المدد الجميل سبحانه وتعالى الذي هو لطيف بعباده فلازم نخير فكرتنا إن الأحداث والليالي والأيام وتكررها وإيه حاصل بقت خليا من المدد لا الله سبحانه وتعالى يكرر علينا الأيام والليالي مش لأن خزائنه قد فرغت ولكن لمعنى آخر لازم نتعلمه إن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا العوائد لا لشيء إلا لكي نتعلم ونذوق إن النعمة واسعة فالمشكلة نظرك أنت اللي محتاج للتغيير مش إن النعم محتاج للتغيير غير نظرك وشوف وسع النعمة وسع النعمة هو الحل الوحيد اللي أنت ممكن تعيش به في سعادة لأن من تجليات العيش بسلام المدد إن أنت تفهم قوله وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه وطول ما أنت شايف إنك واقف مع الأحداث لوحدك هيحصل لك وجع وألم نشوف نتخلص منه إزاي بسلام المدد ترجمة نانسي قنقر